الآية تقول إن محمداً صلى الله عليه وسلم وهو كامل العلم البشري كامل العقل كامل الخلق كامل الأوصاف بس شيل منه صفة واحدة لن يقبله الناس وهي أن يكون فضاً الله أكبر مو يكون حاشا سيدنا رسول الله مو يكون آكلاً لأموال الناس لا يكون متسلطاً على أعراض الناس بس الله يقول له يا محمد لو أنك جمعت الكمال كله بس في صفة واحدة قصرت فيها سوف ينفض عنك الناس ويتركونك لآية بتقول له فبما رحمة من الله لنت لهم كن ليناً ولو كنت يا محمد على ما أنت عليه فضاً غليظ القلب لنفضوا من حولك أشلون أنا بدي أقبل بالسوق تبعي بالشركة تبعي بالمسجد تبعي بالبيت تبعي إذا كنت فضاً غليظاً وأنا عندي مئة نقص مئة نقص بالإضافة إلى هذا النقص فالآية تقول يا رسول الله أنت كامل لو أن فيك نقصاً واحداً فقط ألا وهو الغلظة في غير موضعها سوف تخسر كل أتبعك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسوف تخسر الأمة كلها ليش؟ لأن النفوس جبلت على حب الرفق والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فأمر أن يكون رفيقاً شاهدين الآية؟ تقول فبما رحمة بس انتبهوا شوفوا مين صاحب اللين الأكبر؟ رسول الله أو ربنا؟ ربنا أصلاً رسول الله على جلالة قدره عليه الصلاة والسلام لولا الله لما كان رفيقاً لذلك الآية بتقوله فبما هذه الباء سببية أي فبسبب رحمة من الله كنت ليناً يا محمد ولولا رحمة الله لما كنت ليناً هاي مشاني يقول لك وين مصدر اللين؟ مصدر اللين هو الله فإذا وجدت في قلبك قسوة توجه إلى مصدر اللين جل جلاله أن يزرع الله في قلبك الشفقة والرحمة على المسلمين وعلى العصات وعلى كل نفس لأن رسولنا أرسل رحمة للعالمين حتى للكفار يعني العالمين الكفار يدخلون تحت العالمين أو لا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمين بتشمل الكافر وبتشمل المسلم بتشمل المحارب وبتشمل الغير المحارب تشمل المسالم وبتشمل المصالح وتشمل غيرهم فبما رحمة من الله يعني مصدرها ومنبعها من الله لنت لهم فالآية تقول أنه يتوقع في مثل هذا المكان أن يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه القرآن يقول له احذر كن لينا معهم فبما رحمة من الله لنت لهم